جنود كما زالوا في غزة بهذه العبارة الممهورة باللغتين العربية والعبرية على صورة تجمع أسر الاحتلال الأربعة عادت كتائب القسام تذكير بنيمين نتنياهو بجنوده المأسورين لدى المقاومة صورة تحمل رسائل متعددة تؤكد حماس من خلاله عدم جدية الحكومة الحالية في عقد صفقة جيدة الصورة نشطها كتائب القسام تؤكد على أنها لا الجنود لن ينهوا النور إلا بصفقة التبادل الحقيقية يفرج فيها عن أسران الأبطال وأنه لا شيء مجاني في هذا السياق حكومة الاحتلال لا تدخل في مفاوضات جادة حتى الآن نتيجة حساباتها الداخلية على أهالي جنود الاحتلال الأسرى دى القسام التحرك بالضغط على حكومتهم من أجل الإفراج عن أبنائهم محللون يرون أن نشر القسام للصورة يهدف إلى تحريك المياه الراكدة في ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها عوائل الأسرى ضد الحكومة الإسرائيلية من أجل الذهاب والإفراج عن أسرهم مقابل المؤتقلين الفلسطينيين حدف كتائب القسام هو إبرام سفق التبادل الجديدة وبالتالي تريد أن تدفع بقضية الأسرى أمام الرأي العام الإسرائيلي في ظل حالة الاستقطاب الموجودة داخل المجتمع الإسرائيلي حتى تكون هذه القضية هي محل جدل في المجتمع وبالتالي تظهر قضية الأسرى والذهاب نحو عملية تبادل الصورة التي نشرتها القسام تتزامن مع الذكرى الثامنة لصفقة وفاء الأحرار التي عقدت عام 2011 ذكرى تحمل دلالة مهمة تؤكد أن ملف الأسرى يبقى في سلم أولويات المقاومة ويبدو أن مصير أسرى الاحتلال لدى المقاومة سيبقى مجهولا ما لم تقدم إسرائيل في المقابل تنازلات تقنع المقاومة للذهاب إلى صفقة عادلة تنصف الأسرى الفلسطينيين بشكل كبير أحمد غنم غزة الميادين